يا صباح الخير. الشغل جميل سهل وبسيط ما فيش اسهل من كده. ايس كاب سهل. من غير تزايد ولا تناقص ولا اي حاجة. السلام عليكم ورحمة الله. الحب بك حباتي في جديد من كلفة نحس. من الان شاء الله معنا ايس كاب سهل وبسيط. هرسته جميلة جدا. ما فيش اسهل من كده ينفع رجالي ينفع آآ حاريني. آآ هرسته سهلة وبسيطة. يقدر تعمليه بمنتهى السهولة. ما فيش لا تزايد ولا تناقص ولا اي حاجة. كتعة مستقيمة وهنلمها على طول. بسم الله. سأتم خد اليزا كلاسيك او هملايا وابرة رقم خمسة مليمتر. هنسيب الجزئية كده عشان يبقى نقف ليبقى الايس كاب في الاخر وهنلف كده وندخل الحلقة كده. وهنعمل سلاسل. هناخد اللفة ونسحب. لفة ونسحب لفة ونسحب لغاية ما قامت اثنين وعربعين سلسلة. هقسمهم الاول هاخد جزئية اولانية تسعة سلاسل ده رقم ستترك ايه? هنا. هنا هناخد تسعة سلاسل الجزئية دي. وبعديها هنتعمل اربعة وعشرين سلسلة في الجزئية اللي في النص. وبعديها تسعة سلسلة في الجزئية الاخيرة. هسيب اول حلقة تحت الابرة وهدخل في تاني حلقة واخد لفة واعمل منزلقة. هدخل في الحلقة التانية واعمل منزلقة. خليها آآ مش مسكة قوي عشانه تشغل فيها بعد كده. هدخل في حلقة رقم تلاتة واعمل آآ منزلقة. يبقى ان كده عملت تلاتة منزلقة. هنا رقم السطر وهنا رقم السلاسل اللي هنعملها. احنا عملنا هنا تلات سلاسل آآ عملناهم منزلقة. هناعمل تسعة وعشرين غرزة آآ حشو. هندخل كده وناخد لفة لفة ونخرج من حلقتين. نتخل في السلسلة اللي بعضيها وناخد لفة لفة ونخرج من حلقتين. نتخل في السلسلة اللي جنبيها. ناخد حفة كده كامل. تلاتة واحد اتنين تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. هكملهم تسعة وعشرين. عمل تسعة وعشرين غرزة حشو. اللي فضلين تسعة حلقات. هعمل فيهم الغرزة دي. هلف الخيط. هدخل هنا. واخد لفة واطلع. الحلقة اللي انا طلعت بها دي. هطلحها من الحلقتين دول. تاني. هخد لفة. هدخل في الحلقة دي. واخد لفة. الحلقة اللي انا طلعت بها دي. هطلحها من الحلقتين دول. كده اتنين. هاخد لفة. وادخل لفة. وادخل في الحلقة. لفة واخرك لفة. الحلقة دي هطلع منها الاتنين. لف وادخل. لف واخرق. نفس الحلقة دي هطلع بها من حلقتين. لغاية ما خلصت تسع حلقات اللي. فضلين. سطر التاني هاشتغل لبرده على تسع غراز الاول. هعمل سلسلة وليف الشغل. هاخد لف واسيب اول حلقة دي طبعا. هشتغل في الحلقة الخلفية بس. الحلقة الخلفية اللي هي. بيناه اللي ايه? الحلقة الخلفية اللي هي دي. تمام? لف وادخل في الحلقة الخلفية. لف الحلقة دي اطلعها من الحلقتين دول. لفة. وادخل في الحلقة الخلفية. لفة. والحلقة دي اطلعها من الحلقتين دول. لفة. وادخل في الحلقة الخلفية. لفة. والحلقة اطلعها من الحلقتين دول. انا عملت كده كم واحدة. واحدة اتنين تلاتة. اربعة. خمسة ستة سبعة تمانية ورقم تسعة اخر واحدة. يبقى كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. هنا بقى هعمل اربعة وعشرين ورزة بعدها. ورزة حشو في الحلقة الخلفية. هدخل في الحلقة الخلفية واخد لفة واعمل حشو. هنا اول عشان ما اطلق بقتش ادي واحدة هدخل في الحلقة الخلفية واخد لفة واعمل حشو. في الحلقة الخلفية واخد لفة واعمل حشو. في الحلقة الخلفية واعمل حشو. في الحلقة الخلفية واعمل حشو. لغاية نكمل اربعة وعشرين غرزة. هنا عملت تسعة وعشرين غرزة حشو. اربعة وعشرين زائد خمسة من الجزئية الاخيرة من هقولوكو بعد كده هنبيها ايه? هنا المركر ده كانوا في تآخر تلت غرز او منزلقة في الحلقة الخلفية برضو هدخل واعمل منزلقة واحد اتنين تلاتة مبتلك متضيق ايه اش انا اضيقها. هنعمل سلسلة في سطر رقم تلاتة والليف الشغل هنعمل برضو تلاتة منزلقة ووسعي الشغل انا بقولك وسعي وانا ما كنتش موسعة. واحد عشان تبقى سهلة في الدخول وتلوه. اتنين تلاتة. اه حط المركر بتاعي عشان ما اطلعبطش. هعمل خمس غرز حشو في الحلقة الخلفية دي. هقولي بعد الوقت دي احنا كنا بنفسله. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. كده انا عامل خمسة وعمل خمسة حشو في الحلقة الخلفية وعمل تلاتة آآ منزلقة. هنا بقى هعمل. خليني بقى انقل المركر ده هنا عشان ابقى عارفة ان ده آآ حرف الاكات. وهنا بقى من اول هنا تبدأ للغرزة. هاخد لفة. هسيب اول حلقة اول غرزة دي. هشغل في تاني غرزة في الحلقتين سوا. وهعمل نص عمود كده اول هسيب الغرزة دي وهدخل في غرزة دي الغرزتين كده مع بعض. واخد لفة واعمل نص عمود. هاخد لفة وارجع من الغرزة للنقصة دي يعني في الشغل كده. ودخل هنا. قطع كده. واخد لفة واطلا واعمل نص عمود. تاني. هاخد لفة. سيب بالغرزة دي في الغرزة دي. هدخل كده. هياخد لفة. لفة واطلع من الحلقات كلها. لفة. هعمل غرزة اللي بالفضلة دي. هروح راجع كده. وحتى لفها كده. واخد لفة. واطلع منها كلها كبه. هاخد لفة. واسيب الغرزة دي في الغرزة اللي بعدها. واعمل عمود. لفة واطلع من حلقتين. لفة واطلع من كده. خلا كده. واسحب. وبعدنا اعمل قفلة التانية. اخد لفة. هسيب الغرزة دي. في الغرزة التانية هدخل. وهو اخد لفة واعمل عمود. واخد لفة. وادخل من ورا كده. لو مش عارفة تسوق لي في الشغل. هدخل كده. وادخل في الغرزة اللي انا سبتها. واخد لفة. لفة واخرج من الحلقتين. لفة خونك الحلقتين. رايح ايدك في الشغل. هشتعل اقرب اللي هو العمود. وورا عمود ده لغاية ما خلص الستاشر غرزة اللي يفضلين هنا. اخر تسع غرز في السطر. هاخد لفة. وعمل في الحلقة الخلفية. لفة. والحلقة اللي انا خلتها هطلع منها من الحلقتين دول. هاخد لفة. وادخل في الحلقة الخلفية. وهلفة. الحلقة اللي انا خدتها هطلع منها الحلقتين دول. هاخد لفة. وادخل في حلقة الخلفية. لفة. واطلع من الحلقتين دول. اكمل التسعة كلها. هنا الجزء الف النص دي كانت واحد اين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر غرزة اللي هو يعني مجوز. وين عملنا اللي هي آآ اللي الخرزة الاخيرة. هنعمل اول تسع غرز بنفس الطريقة سلسلة وهنلف الشغل وهناخد لفة وندخل في الحلقة الخلفية وناخد لفة ونطلع من الحلقات كلها. لفة وندخل في الحلقة الخلفية وناخد لفة وندخل في حلقة الخلفية وناخد لفة والحلقة دي نطلحها من هنا لغد ما خلص التسعة. الغرز اللي بعد كده هاخد لفة هسيبه غرزة واعدخل في الخرزة اللي بعديها واعمل عمود. لفة هدخل من هنا. هدخل كده من قدام وهزق دي كده. واخد لفة واعمل عمود. لفة هسيب غرزة في الغرزة التانية هعمل عمود. لفة وادخل من هنا من قدام. اخد لفة. واعمل عمود. لفة هسيب غرزة في الغرزة التانية هعمل عمود. لفة وادخل كده هو. وعمل عمود. هكمل الغرز كلها لغاية ايه هنا عندنا اخر اتنين دول اللي هم نص عمود. يعني هكمل لغاية هنا واحد اتنين ترية اربعة خمسة ستة سبعة. هنا اخر مجموعتين هاخد لفة. آآ واخد ادخل هنا اهو. طبعا هسيب غرزة والغرزة التانية هعمل نص عمود. وبعدين اخد لفة وادخل من هنا كده واعمل نص عمود. واخد لفة ايسيب غرزة في الغرزة التانية هعمل نص عمود. وفي الغرزة دي هارجع وادخل من هنا واعمل نص عمود. يبقى انا عملت اهي المجموعة دي كلها كده. هنا اول غرزة دي هدخل فيها في الحلقة الخلفية واعمل آآ غرزة حشو. في الحلقة الخلفية واعمل الحشو. في الحلقة الخلفية واعمل حشو بدكام تلاتة. اربعة. خمسة. واخر تلاتة هعملون منزلقة. واحد. اتنين. ثلاثة. سلسلة. من اول خمسة هنكرر الاربع صفوف بتاعنا دول. حرف الشغل. هدخل في اول حلقة خلفية. واعمل منزلقة. وبعدين منزلقة في رقم اتنين. منزلقة في رقم تلاتة. وبعد كده هعمل حشو ادي واحد. اتنين. تلاتة. في الحلقة الخلفية. اربعة. خمسة. احنا بقى هعمل اربعة وعشرين غرزة حشو. هدخل فيها الحلقتين كده. بقينة ولا ايه? واعمل حشو ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. وهكمل لغاية المركر ده. اخر جزئية دي لهم التسعة آآ غرز دول هاملهم زي ما آآ بنعمل. هاخد لفة وادخل هنا واخد لفة. الحلقة اللي انا طلعت بها دي هطلع من كل الحلقات. لف. وادخل هنا واخده. والحلقة دي هطلع بيها من كل هعملها كده رايح وبعد نرجع بيهم تاني. اهي? الاربعة وعشرين غرزة اللي جايين هنعملهم في الحلقة الخلفية. هدخل في الحلقة الخلفية واعمل حشو في الحلقة الخلفية واعمل حشو في الحلقة الخلفية واعمل حشو لغد ما اخلص loan 24 غرزة. اخر غرز اللي هم التمانية دول هيبقى. حشو في حلقة خافية الخمسة الاولين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واخر تلات حلقات منزلقة. ادي واحد اتنين وننوسح سبعة هعمل سلسلة وهلف الشخل هعمل منزلقة في اول تلات حلقات احد اتنين تلاتة وبعد كده في حلقة خافية حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هنا هنعمل اللي احنا عملنا في السلطة الرقم تلاتة. هناخد لفة هنسيب غرزة وندخل نسيب غرزة في غرزة رقم اتنين هندخل كده. وناخد لفة ونعمل نص عمود. لفة وندفل شغل كده وندخل هنا في الغرزة دي وناخد لفة ونعمل نص عمود. لفة نسيب غرزة في الغرزة التانية هنعمل نص عمود. لفة هنلف كده والغرزة اللي سبناها هندخل في ها وناخد لفة ونعمل نص عمود. الغرزة اللي بقية كلها هتبقى عمود. هاخد لفة هسيب غرزة في الغرزة اللي بعديها. هدخل واعمل عمود. لفة ولف كده الغرزة اللي انا ستها ادخل فيها واعمل عمود. العمود اللي هو التاني بيبقى وراء الاولين. هسيب غرزة في الغرزة اللي بعديها هعمل عمود هاخد لفة. هلف كده. الغرزة اللي انا ستها. هاخد لفة واعمل عمود. هكمل لغاية هنا هو لغاية الماركر ده. بقى هنا في سطر رقم تمانية اللي هو اخر واحد في التقرار. عملت الغرزة هنا دي. وهارجع عامل اخد لفة. هسيب غرزة في الغرزة رقم اتنين. هعمل عمود في الغرزة اخد لفة. ومن قدام بقى المرفضة كانت من خلف لقى هنا من قدام كده. واعمل عمود تاني. هاخد لفة. هسيب غرزة في الغرزة التانية. هعمل عمود. هاخد لفة واعمل هنا كده. عمود. سيب غرزة في الغرزة التانية. هعمل عمود. لفة في الغرزة كده هعمل. عمود. لغاية ما وصل لفين? اخر اتنين بيبقوا نصف عمود. عملتهم كلهم. هاجي في اخر غرزتين. هاخد لفة واعمل. اسيب غرزة في الغرزة التانية. هعمل نصف عمود. اهي عملتها كلها. اخر غرزتين. بيبقوا نص عمود. هاخد لفة. هسيب الغرزة دي. وفي الثانية هعمل نص عمود. هاخد لفة من قدام من هنا كده. اهي من قدام كده من هنا. هعمل كده. واعمل نص عمود. لفة هسيب الغرزة دي في الغرزة التانية. هعمل نص عمود. فياخد لفة واعمل نص عمود في الغرزة دي. الغرز الباقية هدخل في الحلقة الخلفية واعمل حشو. حشو في الحلقة الخلفية. حشو في الحلقة الخلفية. حشو في الحلقة الخلفية. حشو في الحلقة الخلفية. كده عملت خمسة. واحد نين تلاتة اربعة خمسة. اخر تلاتة هعملهم منصرقة. واحد اتنين بس يبقى التلاتة دي دقيقة ونقلت بك اتصغر وهوش بس انا اللي بصغرة اهي هاعملها كده منزلقة سلسلة وهعمل منزلقة تاني ادي واحد اتنين تلاتة خمس حشو الخمسة حشو دول في الحالة الخلفية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هنا ده الاربع سطور دول هما اللي قرروا هنا ده جزئية اللي هي الاولانية والاربع والسطرين اللي هم بتوع العميدة الملوية وبعد كده بصي شايف الخط ده او الخط ده كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهكذا تمام انا عملت كام جزئية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احتاشر اتناشر اتناشر جزئية بتني كده بصي ده الخط اللي احنا كنا ستبينه في اول آآ الفيديو خلاص ده البداية هنا حيشي هدخل هنا هو كده وادخل في هنا اول حلقتين هنا حلقتين وهنا الحلقة واحدة كده اخر سطر انا عاملية عاملة آآ مش عاملة اللي هو آآ السطر الحشو تمام هسحب الخيط ده اهو واعمل حلقة هدخل في الحلقة دي والحلقتين اللي ورا دول واخد لفة واعمل منزلقة هدخل في الحلقة دي وفي الحلقتين هدخل في الحلقة دي والحلقتين الورا دول واخد لفة واعمل منزلقة هدخل في الحلقة دي وفي الحلقتين الورا دول واخد لفة واعمل منزلقة وهشغل لغاية ما خلص آآ هنا الايسكاب هنا قفلتها كلها هاجي هنا هو آآ دي كده هاجيب الخيط الباقي ولفه اقفل كده الاول وبعدين اجيب ابرة عشان اقفل من هنا تمام؟ هاجي هنا ادخل كده كأني مخيط في الغرز لغاية ملف في الحلقة كلها اهو اشت جامد اهو بس اشت كده واقفل دايرة اهو اقفلها واجيب بس العشمال ويمين لغاية ما اتقفل تماما ااجي شمال ويمين كده لغاية ما اقفلها تماما اقلبها بقى على وشها اهو كده عايز بقى اراكب لها كجر البمبون بتلزقيها هنا اهو كده او تخيطيها زي ما ما تحبي او تسيبيها كده تمام شكلها لذيذ سهلة وبسيطة وشكلها جميل قوي وكيوت يا ربا كفتكم كون سهل عليكم لايكم شير الفيديو محبكم كده اشوفكم على خير فيديو جديد والسلام عليكم وحب الله وبركاته